اشتركوا في القناة طبعا الوضع في إسرائيل ممتاز وكتير منيح الأرقام بانخفاض كل الوقت بسبب التطعيم احنا فوق الخمسة مليون متطاعم بالوجبة الثانية وكيف قلنا احنا بوضع ممتاز بشكل موقع انه طبعا ننسهاش لأنه العالم حوالينا الكورونا بأرقام قياسية عدد الوفيات كتير عالي والطفرات بعدها موجودة الوضع في الهند وضع كتير كتير صعب ومأساوي وكل ما فيه بالعالم كورونا احنا لازم نكون حذرين وندير بنا نحافظ على النتائج الحلوة والامتازة اللي مش ميطاعم يطاعم ونحافظ على التعليمات التعليمات كلها البعد والكمامية اديش بنقدر ونحافظ على الأرقام وصنارها احسن وضع في العالم احنا اليوم موجودين فيه بسبب التطعيم نعم يعني فيه مجال انه نحتوي هذا المرض خاصة بعد التطعيم ومثل ما بنعرف انه من لم يتلقى هذا التطعيم لا يستطيع السفر ربما سيكون سهلا جدا لإحتواء هذا المرض هنا طبعا التطعيم بعطينا المجال نسافر ونروح ونيجي طبعا للدول اللي فيش فيها خطورة بنا كمان يكون عنا مسؤولية نعرف حالنا وين نسافر وإذا سفرنا نعمل التعليمات كلها نفحص نتأكد انه ما نعديناش بتفرة جديدة ما نجيبش تفرة جديدة على البلاد التطعيم يعني احنا موجودين كيف قلنا بالوضع الممتاز هذا اللي هو موقع لانه التطعيم كمان له سبعة شهر تمنة شهر نارشدش باطينا بعدها منعرفش احنا متوقعين ان نعطي كمان وجبة الثالثة كمان نص سنة تقريبا والأرخام اللي عم نشوفها وعم تظلها كل الوقت تنزل وبتنزل وبتنزل هي بسبب التطعيم بس بسبب التطعيم وطبعا المناطق الفلسطينية كيف قلناها كم مرة مش ميت طعمين ولازم نطعمهم يعني كمان هو انه لازم لازم الدول العالم كلها تساعد الدول للمعاش تشتري وتطعم اذا مش راح يكون فيه مساعدة من دول العالم ونطعم الدول اللي بدروش يطعموا حالها الكورونا مش راح تفرقنا راح تضل معنا ورح يكون فيه موجات تاني انت العالم كله يصحى ويبلش الدول لتساعد بعضها ويطعموا ويمرقوا تطعيم للدول اللي بدروش يطعموا بس بهاي الطريقة منقدر ننصل على الكورونا بشكل عالمي كيف قلنا احنا بوضع ممتاز منيح موقعت لازم نحافظ عليه ونقدر نكون مبسوطين ويحنا موجودين فيه بس بعدنا منتصرناش على الكورونا تب شو النصائح اللي بتوجهها للمجتمع العربي من أجل الحفاظ غير التطعيم من أجل اللي استمتاع بفصل الصيف المقبل علينا أول شي بعض مش منطعم يطعم تاني اشي بالمناسبات تبعتنا وبالأفراح على التعليمات كلها نحافظ البعد بمحلات مغلقة نحافظ على التعليمات البعد وكمامي بكل محل لازم نكون فيه وعا كل محل من روح ومندخل عليه لازم نكون مع كمامي طبعا نحافظ على كل التعليمات والأفراح تبعتنا طبعا والأطراح كمان نحاول شوي نخفف كمية المعازيم بلاش جمعة كاملة نعمل مناسباتنا نحاول نغير تفكيرنا وطريقة حياتنا نعمل نبلش نعيش بوضع اللي هو يلائم أخطر الوضع اللي هم موجودين فيه بكفي نعمل المناسبة وحدة ونخفف كمية المعزومين بلاش نخاطر فيهن ونعزمهن وكيف قلنا واللي صار كمان أنه بالمناسبات تبعتنا الحلوة نتذكرها أنه توفى واحد فيها من الكورونا يعني بشكل نفكر منيح منيح بكل مناسبة نعملها كل محل من الروح نفكر منيح إذا مجبورين الروح أولا لا الكورونا بعدها معنا إحنا بوضع ممتاز بس ما ننساش أنه الكورونا بعدها معنا ولازم إحنا نظلنا نحافظ على الأرقام المليحة هاي ونحافظ على التعليمات عشان نقدر ننصر عليها بشكل أخطر وقت دعش نقول لشكل نهائي لأنه العالم كله ينصر إحنا بس مننصر عليها نكون وعين ونعرف أنه كل ما العالم أنتصاش على الكورونا الكورونا هي بناتنا بعدنا مهددين طبعا ما سبب توجه وزارة الصحة الإسرائيلية لإعطاء المطعوم الثالث الجلعة الثالثة من المطعوم إحنا عم نحضر حالنا اليوم دولة صحية نحضر حالها لنأخذ الجرعة الثالثة إذا كان في حاجة إذا شفنا أنه الأرقام رجعت ارتفعت شفنا أنه الناس المتطعمين رجعوا يمرضوا شفنا أنه المضادات نزلت يعني بدي يكون فيه أكم شغلة الدولة عم تحضر حالها للسيناريو هذا إنه المضادات تنزل ويكون في عنا عدوى جديدة طبعا والطفرات جديدة يعني الهدف من التطعيم الثالث يغطينا كمان على الطفرة يعني إذا بدي يكون فيه كمان وشبة لازم الشركة شركة فايزر تحضر التطعيم الملائم للطفرة اللي راح تيجي يعني إحنا اشترينا الإمكانية نواخد تطعيم بعدنا إسا مدرش فيش حاجة نواخده إسا لأنه التطعيم لحد إسا بغطينا وكافي شرعتين كافيات لحد إسا لحد إسا كافيات وطبعا هدف من الوشبة الثالثة هي إذا بس يكون فيه طفرة جديدة كمان نغطيها يعني بدي يكون كيف أنها ثلاث نقاط أول شيء لأرقام ترتفع المضادات تنزل ويكون في طفرة جديدة وساعتها التطعيم لازم يغطي كل الأمور هاي نعم شكرا جزيلا إلك دكتور زاهي سعيد المتحدث من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية للمجتمع العربي شكرا لك شكرا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا